ضموهم كابتن حسين البدري في حراس المرمى شريف إكرامي علي لطفي ورمضان مصطفى كابتن حسين البدري فضل أنه يدي راحة لمحمد الشنوي محمد الشنوي حارس من الحراس الصراحة المطلقين للغاية في الفترة اللي فاتت درس الدرس لكل اللعيبة وكل الحراس أنه ورد أنه أنت ما تكونش موجود في الصورة ولكن ورد جدا أنه أنت أيضا كمان تاخد فرستك وتثبت نفسك وماشاء الله كمان ترشح ليه منتخب مصر يكون موجود في المعسكر المنتخب الموجود في السويسرة قبل ما استعدادات كأس العالم وده حاجة من الحاجات الجميلة جدا كابتن حسين البدري فضل أنه يريحه ويدي فرصة للحراس الآخرين خط الدفاع محمد هاني ومحمد نجيب أيمن أشرف سعد الدين سمير علي معلول وفي خط الوسط حسين غالي مرة تانية يعود لدخول قائمة النادي الأهلي حسين معشور أحمد حمودي عمر السلية وليد سليمان وإسلام محارب وكريم ندفد محمد شريف وبكا الجنوب أفريقي محمد شريف أيضا منطق الجديد من نادي ودي ديجلة بيعود لقائمة النادي الأهلي خط الوجوم وليد أزارو ومروان محسن وجونيور أجايق وصلاح محسن دول فرودة النادي الأهلي اللي موجودين في هذه القائمة برضو مروان بعد تحسن حالته البدنية بيخش في قائمة النادي الأهلي كابتن حسين البدري كده عندنا أحمد فتحي وحشام محمد ميدو جابر وعبدالله السعيد كل دول وأحمد حمدي ورامي ربيع وباسم علي كل دول إصابات يعني أحمد فتحي كابتن حسين البدري لفضل أنه يدي له راحة عبدالله السعيد وميدو جابر إصابة وباسم علي وأحمد حمدي ورامي ربيع وإصابة مفيش غير أحمد ياسر ريان وأحمد فتحي وأيضا اللعب إيشان محمد اللي كابتن حسين البدري فضل يديه مراحة لأن الضغط كتير جداً للماتشاط بيؤدي إلى الإصابات وحضراتكم شايفين كل أسبوع وكل مباراة في ضحايا جديدة من الإصابات للنادي الأهلي بسبب ضغط المباراة الهائل وده اللي ما شاء الله برضو نادي الأهلي عنده عمق في القائمة ده المصطلح يانا اللي بتقال على عمق في القائمة إن أنت عندك لعيبة وطبعاً يحسب الجهاز الفني إنه بيقدر يجهز اللعيبة ده بحيث إنه تلاقي اللاعب الأساسي واللاعب اللي ما بيشاركش بصفها أساسياً أنا ما بقدرش أقول لك دلوقتي في النادي الأهلي فيه لعيبة احتياطية ولعيبة أساسية إنه كل بيشارك إنه فيه ماتشاط كتير فيه تغيرات كتير جداً فيه إصابات كتير جداً فالكل بقى جاهز إنه يشارك ويؤدي على أعلى مستوى فأنت شايفين نادي الأهلي ماشاء الله متصدر بطولة الدوري الممتاز بفارق كبير من النقاط النادي الأهلي عنده 64 نقطة فارق كبير ما بينه وبين أقرب ملاحقينه فده من الحاجات اللي مريحها النادي الأهلي بسبب إنه عنده لعيبة جاهزة عنده 63 نقطة والنادي الإسماعيل عدو 46 نقطة هذا الفارق ما جاش بش كده بالصدفة لأ جاء إن لعيبة النادي الأهلي كلها القائمة كلها جاهزة إنت بتشوف كل مباراة في لعيبة بتتقلق بكماني بيشارك في فترة بيتقلق ميدو جابر بيشارك بيتقلق عندك أحمد حمودي عندك كل اللعيبة وليد سليمان أجهي أزارو عبدالله السعيد كل النجوم حتى اللعيبة في الجانب الأيمن عندك أحمد فتحي وباسم علي ومحمد ياني جابها اليسرى عندك صابري رحيل وعندك علي معلول وكان عندك حسين السيد خط الوسط كله لعب بأكمله سواء حسام عشور سواء السولية سواء إيشان محمد إيشان مبتدأ ياخد وبتدأ يركب في الفترة اللي فاتت يركب ده بمعناه بلغة الكرة إنه يركب مركزه يرجع مرة تانية لإيشان محمد ويرجع للمستوى لعب من اللعيبة المميزين جدا اللي برضو كان له أدوار مهمة في لقاء الأسوتي نفس الشيء بالنسبة لخط الدفاع بأكمله أنت حتى بتشارك أيمن أشرف كمساك لإني كان عندك كمية عدد إصابات غير طبيعي خاصة في هذا المركز المساك دي قائمة الكابتن حسام البدر النهاردة كان التمرين لمجرد 40 دقيقة في النادي الأهلي طبعا عبدالله السعيد لعب الواقصة ما كانش موجود في التمرين بسبب الإصابة بتاعت العضلة الخلفية كان فيه فحص طبي لعبدالله السعيد عشان تحديد حجم الإصابة وكيفية التعامل معها ودي من الحاجات المهمة جدا في كرة القدم إنك تحدد وتشخص صح عشان تعرف تآهل بالشكل الصح والمدة الزمنية اللي بتآهل فيها اللاعب تكون فعلا مزبوطة ودي حاجة من الحاجات اللي فعلا حتى الجهاز الفني والجهاز الطبي في النادي الأهلي يعني برضو خد منها كتير إنك ما شاء الله يعني خلينا نتكلم إن كل مباراة فيه عندك عدد إصابات فالناس خلاص تعودت على كيفية التشخيص بشكل مهم جدا اللعب الأساسيين طبعا النهاردة تمرين اللي قبل اللقاء ما بيبقاش الحملة عالي فيها جدا فكانت فيها تمرينة خفيفة واللعيبة اللي لعبت ماتش الأسيوتي بأكمالهم كان بالنسبة لهم تمرينة خفيفة بالنسبة للعيبة اللي لم تشارك طبعا كان تمرينة أقوى من كده وكان فيه برضو هامش من التدريبات البدنية والاستشفائية على هامش المران الجماعي وأنيس الشعلالي عمل فترة استمرت 30 دقيقة عشان فكرة بدنية للعيبة وطبعا دي بيبقى فيها حاجة اسمها بقى إيه الـ أو ازاي أننا أتفادى حجم الإصابات على قد مقدر هو كده هيحصل لإصابات لأن الضغط ده خارق للطبيعة وأنا بقولها تاني كده كده هيحصل لإصابات لغاية لما الموسمه أي حد عنده دراية بالأحمال البدنية عارف ويتابع النادي الأهلي عارف أن يحصل له إصابات كتير جدا لأن حجم المباريات غير طبيعي عكس الطبيعة 8 مطشاط في شهر واحد عكس الطبيعة فبيحاول أنه هو يتفادى على قد ما يقدر الجهاز الفني لإيه النادي الأهلي وبعد كده في تأسيمة كانت مجموعتين المجموعة الأولينية محمد هاني حسام عشور وإحمد حمودي أكرم توفيق وإسلام محارب وإحمد ياسر ريان وعلي معلول ومحمد شري دي كانت مجموعة ومجموعة تانية ميدو جابر وصلاح محصن وسعد سمير وحسام غالي وندفد مروان محصن وليد سليمان ومحمود الجزار وصلاح محصن كان ظهر طبعا قادم الجديد من نادي أمبي ظهر بشكل مميز وحتى حط هدف كده دابل كيك خلفها مزدوجة زي اللعيبة الكبار صلاح محصن من اللعيبة اللي لازم جمهور النادي الأعلي وجمهور ككل يصبر عليه أولا هو لعيب سنه صغير جاي من نادي أمبي خد الفرصة طبعا في نادي أمبي وأحرص حتى سبع أهداف وكان يعني لعيب بروميسنج لعيب على أعلى مستوى أن أنت جاي تجيب منه في المستقبل ولكن حال لعيبة النادي الأهلي لعيبة النادي الأهلي لو عمل باس غلط بيبتدي تحكم عليه فلازم بيبقى فيه صبر زي ما الناس صبرت على أذار وليد أذاره أول ما جي النادي الأهلي وابل من الانتقادات حتى قبل مالا وبعد ما لعب نفس الموضوع انتقادات كبيرة جدا ده ما عنده مشكلة في الفينش ده مش عارف إيه وفي الآخر وليد أذاره دلوقتي هدف الدورة بعتشر هدف وهدف الدورة فنفس القصة بالنسبة لصلاح محصن وبرضه هقول لحضراتكم رأس حربة النادي الأهلي مختلف عن أي رأس حربة تاني ليه؟ النادي الأهلي فرقة بتلعب دايما للفوص رأس الحربة بتاع النادي الأهلي كله ده بيبقى قدر أنت أي حد بلعب في المكان ده هتبتدي تحطه في مقارنة ده عصا كان عندنا كابتن محمول خطيب كان عندنا حسام حسن كان عندنا عماد متعب كان عندنا أحمد بلال كل دول كابتن محمد رمضان كل دول هدفين جمدين جدا طبعا أنا بقول على سبيل المثال يعني عشان ما نساش حد طبعا النادي الأهلي على مدار تاريخه فيه نجوم على أعلى أعلى مستقل فالمقارنة دي هي اللي بتدي تحط اللعيب تحت ضغط فأنت منتظر لو صلاح محص يتخذ خمس دقائية هتنتظر في الخمس دقائية دي يجيب في كل دقيقة جوم وده لازم يبقى فيه سنة صبر على اللعب بتدي تأقلم على خطة وطريقة أداء الفريق ودي من الحاجات المهمة الناس برضه متحطهاش في الاعتبار إنه كان بيلعب في أمبي بشكل والنادي الأهلي حضراتكو شايفين له شكل آخر مختلف عن كل الفرق اللي موجودة مش بس في مصر بس كمان في أفريق فمحتاج بعض من جزء من الصبر على هذا اللعب لعب واعد هياخد إن شاء الله فرصته وفي نفس الوقت هيبتدي يتقلق مع النادي الأهلي فالناس تصبروا عليها في الحكم لأن برضه هفكركم بوليد أزارو الناس كلها كاد بتنتقدوا ودلوقتي الناس كلها بتشكر في وليد أزارو سبحان مغير الأحوال خلينا نقول إنه برضه كان فيه في التمرين فقرة ضربات ساتو دين دي الحاجات المهمة جدا شارك فيها اللعبين وليد سليمان ومروان محسن صلاح محسن وأحمد حمودي وشريف حمد شريف علي معلول عشان ده كان يبقى آخر استعداد النادي الأهلي لموضوع النادي الأهلي طبعا ولقاءه بالنصر كابتن طريق سليمان أكد ساعدته بمستوى الحراس التلاتة وبيتكلم على طبعا شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي وقال إنه تنفسهم دوت فيه مصلحة الفريق وقال إنه محمد الشناوي بيقدي بشكل مميز للغاية في الفترة الماضية وده بيعقس مدى تركيزه في التدريبات وأثناء على مستوى طبعا شريف إكرامي وعلي لطفي مشددا إنه التلات حراس بيقدوا التدريبات على أعلى مستوى وقال إنه عنده ثقة في الحراس التلاتة وأيضا الجهاز الفني بكاكة وحسال بدري وحيديهم فرصهم حسب الفرصة اللي حتتاح أيضا في أمر